اشتركوا في القناة وصحبه وسلم سر اليوم هو من أسرار الجوع وهو مخالفة اليهود سر من أسرار الجوع ونقيض مخالفة اليهود الصهاينة هو التطبيع لنورماليزاسيون تقول لي هذي منين جبتها هناك مسألتان من مسائل الصيام نقوم بها في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها مخالفة اليهود المسألة الأولى هو الصحور الصحور عن عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيامهم وصيام أهل الكتاب يهود والنصارى أكلة الصحر يرويها الحديث يرويها الإمام مسلم يقول الإمام النووي معنى الفارق المميز بين صيامنا وصيامهم الصحور فإنهم لا يتصحرون ونحن نتصحر لجملة من الفوائد من الحكم حسنا نتصحروا هنا أولا تبيية النية ثانيا استجابة الدعاء نزول الله سبحانه وتعالى في الثلاثة أخر من الليل يعين الصائم يعين الصائم تقوية للصائم وقت مبارك من خصائص هذه الأمة وهو تيسير هذا الدين الذين نحن نتصحر ونصوم إذن المسألة الأولى وين يبرز تبرز فيه مخالفة اليهود الصهاينة في صيامنا هو الصحور هي إحدى النقاط للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذكرنا بهم ذكرنا بهؤلاء القوم السفهاء عبدة القرد والخنازير أهل السبت الأمة الغضبية في الصحور نخالف اليهود والنصارى المسألة الثانية المسألة الثانية من المسائل التي يتجلى فيها مخالفة اليهود في صيامنا وهو تعجيل الفطر عن أبي هريرة رضي الله الحديث يروهه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يزال الدين ظاهرة شو سبحان الله الآله العظيم كلما قوي جدا لا يزال الدين ظاهرة ممكنا قويا عزيزا منتصرا لا يزال الدين لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطر لأن اليهود لأن اليهود كما جاء في الحديث والنصارى يؤخرون الفطر نحن لا لا نحن نحن أمة الإسلام نعجل الفطر نعجل الفطر ف من خلال هذين الحكمين هاتين المسألتين من مسائل الصيام الصحور الصحر والفطر الصحر والفطر أننا الصحور هو جزء من أداب ومن سنن الصيام وكذلك تعجل الفطر هي إحدى النقاط التي تتبيز فيها الأمة وتخالف فيها الأمة اليهود من خلال هذين الحكمين ومن خلال هاتين المسألتين الإسلام يعلم الأمة يعلمنا أن هؤلاء القوم يجب مخالفتهم يجب مخالفتهم ومسايرتهم أي التطبيع هي مخالفة لشرع الله عز وجل إذن من عبار الصوم من عبار الصوم من عبار الصوم أننا يعلم الأمة بل لكين قوم اسمهم اليهود يجب أن نخالفهم ونبرأ منهم وأن والتطبيع معهم هي جريمة هي جريمة هي كبيرة فقهية شرعية وجريمة وجريمة وطنية كأن كل ما تعجبني يقولها عالم الجزائر عبد الكريم المغيلي عنده كتاب اسمه مصباح الأرواح في أصول الفلاح يقول الإنسان الذي يطبع مع اليهود الإنسان الذي يطبع مع اليهود يقول لا يقرب كافرا هو يتكلم ذا الرسالة على اليهود لأنه كان عنده هو الذي حارب اليهود في طمنطط وقتلوا الوليد وقالوا الوليد وبالوا على قبره بالمناسبة هو نسيب هو نسيب العالبي يعني يقول من لا يقرب كافر من نفسه أو عياله أو في أعماله لقرب هؤلاء القوم إلا من لا دين له ومن لا عقل له ومن لا مرؤة له الشيء عبد الكريم المغيلي يقول الذي يقرب هؤلاء القوم ويطبع معهم ويثق فيهم ويواليهم ويدخلهم داره من لا عقل له ومن لا دين له ومن لا ومن لا مرؤة له ومن لا مرؤة له الذي يدخل اليهود إلى بيته ليستقوي به على جيرانه تبعوني مليح الذي يدخل اليهود الصهاينة بيته لكي يستقوي به على جيرانه فإنه سيقع له ما وقع لذلك الأعرابين أحكيكم زوج حكاية الحكاية اللولة قال لك واحدة مرة مجموعة من العرب تبعوا ضبع تبعوا ضبع والعرب على بالكم على بالكم في اللغة العربية الضبع هذا يسمى أم عامرين كم هارسخون هذا الضبع هذا هرب الوحدة الضار الناس اللي حبوا يحكموه تبعوه مول الدار خرج لهم تبعوني مليح مول الدار خرج لهم واشقلهم وهذي وين دخلت دخلت لداره دخلت لداره قالوا موح ما يدنا لها هذي استجارت بي هذي جاتلية جاتلية قالوا صيدنا وطريدتنا قال لهم إنها أصبحت في جواري ولن تصل ولن تصل إليها قالوا موح ما يدنا لها وحد الضبع هذا دخلت لدار قال لدك هذي 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 ضيفة عندي وحد يكون ما يدنا لها واشدر لها واشدر لها الأعرابي أكرمها أكرمها لأنها كانت جائعة كانت جائعة أكرمها وأعطاها الحليب فلما أقبل الليل خلاص دكا رهي عنده رهي ضيفة عنده لما لما جلل رقود الأعرابي هذك الكريم هذك اللي ضيف الضبع اللي ضيف الضبع طيب يا جماعة نام الأعرابي مرتاح البال لكن أم عامر الأم عامر في اللغة العرب هو الضبع أم عامر نظرت إليه فوجدته نائما فوثبت عليه بقرت بطنه وشربت من دمه وتركته وسارت هذا الذي يكرم الضبع طيب في الصباح في الصباح لما جاء لما جاء للدار هذية وش يلقوا طيب أقبل يا أقبل ابن الله وليد عمه شاف وليد عمه شو وش سراله دخلوا على الدار أعطاله الحليب كرموا قتلوا قال وحد قال وحد القصيدة وش يقول من يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري أدام لها حين استجارت بقربه يعني كرمها طعاما وألبان لقاح الدرائر يعطالها البن يا أخي هذا طبعا لكما دخل الدار يا أخي كرمها سيد وسمنها سمنها حتى إذا ما تكاملت فارته بأن عضاته قتلاته فارته بأنياب لها وأظافر فقل ذوي المعروف هذا جزاء من من بد يصنع المعرف غير شاكري لدخل اليهود الدار بشي أذيجار يسترل كما استرل ابن العربي وكذلك يروي البيهق في الشعب يروي البيهق في الشعب عن الأصمعي هنا حكاية واحدة أخرى هذا الذي يطبع مع اليهود ويكرم اليهود و و ويدخل اليهود داره من أجل أن يستقوي على جيرانه كذلك وحد المرأة وحد المرأة دخلت البادية فإذا بعجوز بين دخل عجوز بين يديها شات بين يديها شات مقتولة وجروي ذأب وجروي ذأب فنظرت إليه هذه المرأة هي ربا الديب ربا الديب ربا الديب كما كانت مد للشات كنت مد للديب كما كانت كما كانت تكرم الشات كرمت هذا الجرو هذا صغير ودئبي طيب لما هذا الديب هذا لما هذا الديب هذا الديب هذا كبر قاتل شات أنا هذا الديب هذا يا لما هذا الديب هذا كبر اقتل هذا الشات هذا جسيت سقصة سقصة العجل قلها وش سرالك قالها وش سرالك حكالها الحكاية كان عندي هذا الصغير الذئب ربيته اطربة مع هذه الشيطة هذه لما كبرك لها وهذا الأعرابية هذه قالت شعر قالت شعر بقرت شويهتي يعني قتلت الشيطة وفجعت قلبي وأمت لشاتنا ولدنا ربيب تربوا كيف كيف الشات مع صغير الذئب بقرت شويهتي وفجعت قلبي وأمت لشاتنا ولدنا ربيب غذيت بدرها الحليب انتح وفجعت قلبي وأمت وفجعت قلبي غذيت بدرها وربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب يعني انت جبتك صغير ما تعرفش بلك بابك ذيب شكون يقال لك بلك بابك ذيب غذيت بدرها ربيت فينا فمن أنباك أن أباك ذيب إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب الذي الذي يدخل اليهود ويطبع مع اليهود ويدخل اليهود ببيته يكون مآله مآل الشات الأعرابية ومآل العربي الذي أدخل أم عامر وبلغني أن لما دخل اليهود إذا لي لتلك الدار ذهب النحل والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر